نشرات الخرافة طبعا في كل المجتمعات لا شك ولكن هذه الخرافات تنكمش بقدر ما يكون هناك تدافع علمي معها وتدافع حضاري وتدافع معرفي فمجتمعاتنا قابلة لأن تتفشي مثل هذه الأفكار التي خاصة تطغى في أوقات الحروب وأوقات الفقر وأوقات المحن وتدرك هذه الجماعات الوظيفية كلها الجماعة الدينية والجماعة الدينية هي تطرفها متدرك هي نسيق واعد ولكن ألوانها مختلفة هناك اللون القاتم جدا الأقرب إلى الأسود الأزرق وهكذا لكن بالنهاية كل هذه الجماعات الوظيفية هذا هو الحقل الذي تستثمر فيه حقل الخرافة باسم الدين وهي تستثمر في ذلك لأن وجودها مرتكز على هذا الأمر لولا الخرافة عندما تكلم حتى على الخمينية لولا خرافة السرداب وأن هناك مهدي تاه في السرداب واختفى ما ظهر الخميني وقال أنا بدل هذا المختفي أنا الولي الفقه الذي ممكن أن أقوم مقامه وهو سيطلع قريب بس أنا أسد فراغه فالناس تهافتوا لأنه في دماغهم بدرة خرافة أن هناك واحد من يتلو ألف عام وأنه سيظهر وكانوا مشتاقين لأي واحد إذن لعب على هذا الفيروس والجماعات الأخرى سواء شيعية سنية حتى في الأديان الأخرى يعني تلبست بها جماعات مختلفة لفترة من الزمن مع الأسف السرح هناك من يحاول يعني استنساخ التجربة الإيرانية في اليمن وهذا مؤسف جدا وخطير جدا وبالتالي هل من مهام الدولة إدخال الناس الجنة على حساب كرامة المواطن وعلى حساب ما يعاني المواطن يعني سؤالك هل من مهام الدولة الحوثي أولا ليس دولة الحوثي عصابة استولى على دولة استولى على دولة ولكن نحولها إلى عصابة فالدولة طبعا ليس من مهامها لكن العصابة من مهامها فهم يمارسون دورهم الطبيعي لأنهم ليسوا دولة ولأنهم حقروا الدولة ونفوا الدولة وهانوا الدولة وأخذوا كيان الدولة وحولوه من كيان دولة إلى كيانات مليشيوية بطريقتهم ثم هذا الكيان الذي كان للدولة الآن لا نستطيع أن نقول هناك ملامح للدولة في مناطق الحوثي هناك مشرف هو الذي يأمر ويطيع صح هناك كراسي هناك مدير عام هناك وكلاء وزارات ولكن هذه كلهم كومبرس بالنهاية ما يأتي به المرشد الأول عبد الملك ومجنة المقاهدين والمشرفين أصغر واحد عندما نتكلم عن عبد الملك الحوثي هذا الذي لم يدخل مدرسة يعني كل سيرة ذاتية تلقى العلم على يد أبيه يعني كان سائق مع أخي ما بالك بالمشرفين فكيف تكون دولة أطلا من يديرها لا يعرف أسس العلم نتحدث عن الشعب هناك شعب والشعب متهد وشعب تصل إلى حد كرامته وأيضا حقوقه وأتحدث التقرير أيضا عن قطع الطريق عن مرتبات المواطنين نعم ما يتعلق بالشعب مغلوب على أمره وهو في حكم الأسير يعني الشعب لا يستطيع أن يقايم كل هذا المد ناهيك أن كثير من الشعب خاصة الشباب يعني قد تم غربلت عقولهم ومسح أدمغتهم يعني الآن مع تقادم الأيام لا شك أن كل شهر أو شهرين ينضم إلى هذا القطيع كما نشاهد الآن في الشاشة ربما يعني هذا الأعداد من الشباب أعمارهم 12-14-16 سنة عندما تعطيهم هذه الخرافات وهو ليس مؤسس على أساس علمي أو معرفي ولا حتى ديني منفتع أو ديني وسطي لا شك أنه يتلقف هذه الفكرة ويعيش مع هذه الخرافة وتنسى قمة هل ينجح هذا الخطاب في التأثير؟ كل الأفكار السيئة والحسنة تنقع إذا توفرت لها مناخ أي الأفكار لها أقنحة الأفكار أي فكرة كانت فكرة جميلة أو فكرة مدمرة لها أقنحة تطير بها ويمكن أن تنقع الفكرة اسمه النازي هتلر كادت أن تطم العالم وهي نازية فاشية فكرة التطرف الحشاشين أخذت قز فكرة داعش فكرة القاعدة كل الأفكار هذه لماذا عندما يتوفر لها قهل وفقر وهي لديها مال وسلطة وسلاح ففكرة الحوثي ممكن أن تأخذ لنا ما لا يقل عن مليون ومليون ونصف مع تقادم الزمن سنجد هناك خطورة ذلك نعم ما خطورة ذلك خطورة ذلك أنه نحن الهوية اليمنية سوف تنقرف في هذه المناطق وسيكون هناك قيلين قيل في مناطق الشرعية وقيل جديد ربيا من الثانية عشرة بهذه الخرافة فأن تتورث حربا وحروبا للأجياء القادمة لا شك أن القيلين سيتواقهوا سيتواقهوا فكريا وسيتواقهوا ربما عسكريا في بلد واحد كان موحد الهوية موحد الوطن أصبح هناك هويات وأفكار مختلفة هذا القيلة القيلة الآخر الذي يرى أنه هذا يعني ليس فكريا يمني أكيد سيواقه والقيلة الذي أسسه الحوثي الآن يرى أنه مقدسا وأنه يحمي فسيواقه أيضا بالسلاح خطورة أننا نورث مزارع للأحقاد وحقول للحروب منفتحة ربما لعقود من الزمن وهذا أمر خطير السيد عبدالستر ونرجو أن لا نصل إليه بالتالي ما هو الواجب حتى لا نصل إلى هذه الخطورة التي تتحدث عنها هناك رزمة من الواجبات هناك مصفوفة من الواجبات هناك قدار من الإقراءات هذه الإقراءات منها ما هو حكومي من هو ما هو شعبي منها ما هو نوعي من خبوي ثقافي منها ما هو إعلامي إذن هذه الإقراءات أو هذا التدافع نحتاج إلى تدافع مع هذا المشروع تدافع عسكري لا شك وهو الحل الأنقع مع هذه الأفكار ثم تدافع إعلامي ثم تدافع توعوي وثقافي ثم محاولة مد الخيوط لهذا القيل بحيث تهز هذه الأفكار التي ترسخ فيهم وتوضح لهم الحقائق قد ننقع قد نفشل بحد ما لكن ينبغي أن نذهب إلى مثل هذه الأعمال نذهب قملة ولا نذهب فرادا نذهب كمؤسسات وكأفراد وكنخبة وكإعلام وكدولة أيضا ينبغي أن يكون لها مشروع وطني تعويق عام مؤسس على قواعد علمية ومعرفية تشتبك مع قذور هذه الأفكار وليس مع العوارض وتوصيفها فقط